سعيد امي تتبعك وتسلم عليك. الله واني بيحييك انت ومك يا حبيبي. يا نافدة من بدا وشرك. ما طلع لي السناب. يا اخي السناب في البايو. اضغط على البايو حقي. مزبوط. شوف مكتوب سناب تي ثري زي يعني ما يبغي لها في جيهن يقرأ. موضوع بسيط يا اخي حبابة. والله. فارس للتفسير الاحلى. تعال خلنا لا تلمح عنه. خلقنا فسر لنا حلم ولا شيء. عبدالله لبى ابوك. جنقر يا حبيبي. حياك الله يا سيد. يا مرحبا. حياك الله بالخير. بالنور والسرور. حياك الله يا سيد. كيف اصبحت ولعلك. الله يسلمك طولي. هذا حكم ولا انت تنفذ يعني فسر احلام صحيح. لا فسر احلام صحيح. صدق ولا ولا تتهزأ. شرايك يعني تعرفني عرفك اتهزأ. قلت يمكن الرجال محكوم حط من فسر احلام. ان بعض الظني ثم يا سعيد. ها طيب ما شاء الله تعال تعال جولة. من لين انت يا فارس. انا رفض الجولة يا سيد. لاني ما دور دعم. طيب وش سبب وجودك في الجاكو. وجودي عشان افيد الناس وعطيهم محتوى ينفعهم. اما دايت ولا تفسير احلام. ولا الشي اللي انا يعني ملم فيه. طيب انا عندي حلم وبراك تفسره لي. تفضل. الحلم قديم يمكن تقريبا قبل ثلاث اربع سنوات. لكن من هول الحلم والله الى هذا الحين ما يعني ما قدر تنسى. صادق. والله العظيم. تفضل طالب. حلمت تحلمت انه والد اختي عند الباب حق الشقة. وانه بسم الله الرحمن الرحيم قاعد يطير. يطير من الارض كده تدريجيا. وانا اطالع فيه واذن. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. والله شوي يمطاح على وجهه. وصحيت من النوع. يا اخي سبحان الله. حلم الارتفاع عن الارض هذا دليل على مكانتها العالية ودليل على نجاحه وتميزه عن غيره ولدختك متميز واضح. باقي صغير ام باقي دوبة عمرها اربع سنين. اربع سنين? باقي دوبة بحفاظتها مسكين. صادق انت? ورب محمد. الله يا اخي اه واضح انها راعي يطلع راعي مكانة عالية ولدختك. اذا اهم ارتفع على الارض. والله لا ارتفع بغي بغيب يصبح ل السقف. ويوم رفعت الودان يوم والذنت تم طاح على الارض. طح. طع. الطاحة يعني تفسيرها كويس ولا ما كويس. تفسيرها شو انت راعي انت راعيدين واضح عليك. الحمد الله الله يوفق child態. له خير ان شاء الله. والله صحيح يعني ما فيه شي يخوف. ايه والله خير لا لا ما فيه شي يخوف بالعكس. كلام الله اصلا افضل شي بالحلم منك تذكري هذا الله أكبر يعني وش أحلم كلمة الله أكبر في الحلم والله قعدت تأذني بس طيب أنت بناء على إيش فسرت الحلم يعني في مرجعيات عندكم للتفسير في شيء لا يا شوف شوف هو التفسير الحلم ما يحتاج يعني أني لي لحيا هو يعني ملتزم لا لا بالعكس يعني هذه فراسة إلماء ممارسة اللي حولك يفسرون تشوف البدو يعني زي ما تسمع لو واحد يقول لك والله حلمت أن فلان يبكي ترى البكي بالحلم سبحالله فرح زي اللي يقول حلمت أني أقود سيارة هذا واضح أنه تنقل راح يصير التنقل في حياته أما في وظيفة ولا في حياة الاجتماعية ولا في حياة العلمية اللي يقول لك أنا حلمت أني في وحدة من الأخوات قالت حلمت أن في وحدة كسرت خزنتي قالت لي أنا حلمة هذا قبل أسبوعين وتخرب غرفتي صديقتي قلت هذه صديقتك تفشي أسرارك كسر الخزنة يا سعيد واضح أنه فشاء سر لأنها كسرت خزنتها فقالت والله يعني يا البنت تسرب أسرارها البنت الثاني لا لا هي تقول أنا حلمت أن خويتي كسرت خزنتي حلوة وخربت غرفتي يا أخي أنا سبحان الله هذا الهام من الله سبحانه وتعالى قلت هذه صديقتك ما احترامي لك هذه تفشي أسرارك أنتي تقولي له أسرار وهي تروح تفشي أسرارك عند خويتي قالت والله أنك صدقت أنا أعطيها أسرار وللقى أسولة فعند طيب فارسة بس لك شواء؟ هي إلهام إلهام وطراسة الله يزيدك من العلم إن شاء الله وينفع به البلاد والعباد السؤال الأخير قبل ما أطلع نحن لو قبل ما أرقد قعدت أفكر في حاجة أقول يا رب يعني يا رب علمني متى أتجوز ورقت هل ممكن أن يجيني زي التنبؤ يعني حاجة زي كذية؟ لا ممكن يجيك شيطان بالحلم لأن لو تفتع عمل الشيطان ها تم تم يا فارس أنا بظيفك الله يسعد روحك يا حرمين شوفك على خير شرفت ونتعتك الرحمة يا حلا مرحب بالله خلنا دوقع على أختي ها أزبط معا هالعلاقة من دلحي عشان إلى من ربي يوفقني بعدين متجوزت وجاني بنتن أجوز هذا الولد أختي ما أتدري أخي يطلع وزير ولا يطلع ضابطيين ولا نزبط علاقة من دلحين وحد دون الحن صغار سلام عليكم نشكر الله بخير يا أختي كيف حالك يا ربك طيبة؟ كيف الشباب؟ ما عليكم خلاف؟ الله يجعلنا ما عليك الياحة بنا ننشد يعني نطمن نشوف إن كان ناقصكم شين ها؟ هاي سلم يا وسلم يا الله يراعك خلنا نزبط علاقة يا مسلم ما رجاب يغضي دكتور بكرة الزمان وربك عبي يعني الواحد يظلي عنده فنطف يا عقله تقعد فاغر هذا حلم أنا شفت في الحلم وانت سمعت ورجاء قبيلا يقول بيصير دكتور ولا بيجي شي ولا ما تدري واحد والله ما تدري واحد والله ما تدري فين هو رزقك يا ابن آدم والله ما تدري فين هو رزقك ما تدري يا أخيم كلها مستقبل يطلع وزير ولا يطلع ضابطي ولا يطلع في الصحة يشتغل ولا يطلع حاجة منصب في البلد ولا أنا قد نيم يجوز بنتي له ها علاقات ها أنا خالك نعلك الله في وجهك ورجاء حرمتك يخدم لي غصبا عنه سمعت ولا لا فانطة خالك فنيط فطين طيب معامل لتلعب معامل 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 كنت أحسب الدنيا معيته وزانك وتري معاك أزرع شقاي بيديها ترجمة نانسي قنقر